نشوف برضو حاجة بقى مهمة جدا فيه هدف ده الهدف هدف منتخب مصر في اللقطات اللي جاية دي هنقسمنا الهدف لأربع صور عشان نشرح اللي حاصل في الهدف عامل ازاي لو جينا نشوف اللي بيلعب الكرة اللي في الهدف معا الكرة هنا في الصورة رقم واحد اللي احنا معلمين لابن الله احمر ده عبدالله السعيد عبدالله السعيد اللي معا الكرة ودي هنا عمر مرموش عمر مرموش بيسقط في النص حرك مكانه من ناحية الجناح الشمال او اللعب اللي يقص الشمال بترمى عبدالله بالعب من الشمال سقط في النص هنلاقي مصطفى محمد راح في النص مكان عمر مرموش الطرف ونلاقي بقى في الصورة التانية محمد صلاح ابو الفتوح كمان زيادة ابو الفتوح بزابطه زيادة ابو الفتوح كمان في الصورة كمان اه اللي هو هنا ادي ابو الفتوح زيادة في الحتة دي في الحتة اللي احنا شايفينها دي طيب في الصورة رقم اتنين بقى هنلاقي محمد صلاح استلم الكرة صلحها ليه مصطفى محمد سورة رقم ثلاثة مصطفى محمد هو بيقع لعبها لابل فتوح اللي طار من ناحية الشمال مين بقى المهاجم الصريح في اللقطة دي؟ محمد صلاح فمحمد صلاح اتحول لمركز مهاجم ومن مكورة داخلت جون مين بقى اللي زايد لقناه فاضي اللي هو في الاخر ده درقم 4 عمر السلية ومين بيغطيه؟ 14 أكرم توفيه يبقى في الحالة الهجومية المنطقة بمصر طير الباكليفت هو اللي جاب الجون طير الباكليفت لعب محمد صلاح اللي هو الجناح اليمين داخل مهاجم عمر السلية داخل جناح يمين مكان صلاح أكرم توفيه غطى مكان السلية ودي هنشوف في الحالة تانية قدام فهي بأربعة تلاتة تلاتة منطقة جزاء ليبيا فيها أبو الفتوح مصطفى صلاح السلية أربع لعبين فيهم باكليفت وتفندر لعب ارتكاز بيملى دايما البوكس بيملى البوكس وبلعبين غير متوقع هو بيشتغل بطريقة وطريقة مختلفة في الارتداد انت النهاردة ليبيا نازلة صلاح جناح يمين ومصطفى مهاجم ومرموش جناح شمال فانت بتتراك انت بتراك باللعيبة دول خلاص انا في الهاجمة وانا معايا الكرة انا هفاشكل لك كل الكلام ده كله السلية هيروح جناح يمين واكرم البكريت هيخش هف عشان يغطي السلية ويلم الكرة اللي هتخرج من طمال داخل ومعدين بيرحل بشكل رائع يعني الناس كلها تتلم في لقطات كتيرة او الملعب كل يروح لصلاح صلاح يحول الملعب بكورة صلاح النهاردة ودى عشرين كورة لكذا حد هو والشبكة صلاح على طول بين ودي جملة كانت مهمة صلاح دايما كان الحل وبيحل سلفي النهاردة قصته مختلفة دي حاية دي حاية اشتركوا في القناة